ولدته لو تعلمنا او تعلمنا هل لعبة الشطرنج حلال ام حرام اولا العلماء الكبار والفقهاء الكبار لم يلعبوا الشطرنج وساوبوا لعبة النردشير اللي هي الظهر والورق اسمها الكوتشينا فلعبة الورق والنرد اللي هو النردشير من لعب النردشير فقد غامل سيده كأنما غامل سيده في لحم شنزير او دمه والشطرنج يلحق بهما ويصير اشد حرمة اذا عطل عن وقت صلاة او كان على مبارق معينة ويدخل في دائرة الميسر كان ورق تماما والنردشير اللي هو اظن لعبة الظهر والطولة ان لم تعطل عن وقت صلاة وان لم يدمن عليها يعني الان لا استريح لها ولكن يدعونا انها تثير الذكاء فيه واسائل الان للذكاء انتم ماشاء الله عليكم انتم مولودين اذكاء اصلا بالاجهزة الموجودة ماشا الله يستمتع ازاي غير العبادات يعني يستمتع بالمباح هو القرى مش استمتاع والرياضة استمتاع والسباحة مش استمتاع واللعب المباح استمتاع وزيارة الاهل مش استمتاع والثقافة والقراءة قلت يا اسا سبحان الله موسيقى